فأحبت أحكي حكاية لأن فيها درسين كده صغيرين يعني listen to them فأحكي حكاية في ثلاث دقائق من شغلي أنا من تجربتي أنا الشخصية مع Power Query والPower Pivot والPower BI والقصة دي وأنا عملت إيه لما تعلمت الحاجات دي وحاولت تطبقها في شغلي إيه اللي حصل لي فأحب شارك حاجة بسيطة يعني لمحة كده مش كل الحكاية عشانها طويلة لكن لمحة منها أنا أنا تقريباً بقري خمس سنين في القصة دي في قصة Power Query والPower BI والقصص دي كلها وبعدين لما لقيت نفسي أن أنا بدأت أبقى كويس وبدأت أربط أن أنا اللي بتعلمه ده في وقت فراغي ممكن أن أطبقه على الشغل بشكل كويس قوي وأطلع حاجة مفيدة للمكان اللي بشتغل فيه فقررت أن أنا أعمل إيه؟ أعمل حاجة في الشغل يعني هو بدأ بره الشغل يعني ما بدأش جوه المكتب وهو بدأ بره المكتب وبعدين فجأت أن ما فيش حد في الشركة اللي بشتغل فيها رغبناها كبيرة يعني القسم الحسابات عندنا كبير يعني الناس يعني فوق المئة موفر يعني قسم أنا بتتلم على إدارة المالية بالكامل يعني ومحدش فيهم عارف حاجة من اللي أنا بسألهم علي محد عارف Power Query لا محدش عارف حد عارف مش عارف ومش جوه عندنا بس يعني لقيت أنا بتكلمها فيه 18 برضو كان قليل يعني وسألت في أماكن تانية وصحابي اللي راحوا شركات أخرى لا أحدش يعرف عن المقصة فأقلت طيب أنا عندي هدف أن أنا أول حاجة أستفيد من اللي تعلمت هو أفيد الشركة ثانيا أن كمان نخلي الناس تتجمع على الموضوع لأنه شكله حلو يعني مفيد وممكن الناس يساهل شغل الناس كلها فبدأت في حاجة بس أنا بدأت في حاجة كبيرة حاجة كبيرة عايز بقى إيه يعني خط إنتاج كامل يعني عايز إيه تدخل من هنا القطن يطلع من ناحية التانية زي فؤاد المهندس كده تدخل الماكدة طلعته ماشي تدخل بتاع روه خالص يطلع في الآخر قميس يعني فطبعا مش سهلة يعني وقعدت فيها كتير وطبعا وكمل مشاكل اللي وجهة وكمل حاجات اللي مش عملها وقصة وعشان تجيب ناس بقى تساعدك من جوة الشركة لأنك محتاج ناس لأنك يعني الـ data نفسها عشان تجيبها وتفاصيل الـ data والحاجات دي كلها مش سهل يعني موضوع صعب جدا وفي الآخر يعني بمجهود وضغط مني فضيع قدرنا إن إحنا إيه نطلع مرحلة خيقول مرحلة من هذا الموضوع ولمرحلة دي كانت أنا اخترت إن هي تبقى في الوقت الـ critical الوقت الحساس جدا أو الوقت السمين جدا من وقت المحاسبين أو الناس بشتغل في التحليل المالي اللي هو وقت الـ closing إن أنا أختصر بعض الوقت من الـ closing والحاجة تخش من الـ system على طول أو download من الـ system تطلع على طول ريبورتات خلصانة يعني حاجة زال فل كده ونجحت في إنها طلع حاجة أنا أعتقد كان كويسة جدا اللي حصل إيه بقى اللي حصل إنه الناس بشتغل بيها يعني زمايلي اللي أنا حاولت أضغط عليهم مش عايزين يشتغلوا بيه رغم النهاية بتدي إنتاج أحسن وبتاخد خمس دقائق مقابل إن فيه موضل تاني أو موضل ستانية بتترنف ساعات أربع خمس ست ساعات لكن هم شايفين إنه الإنسان عدوه ما يجهل أنا في الآخر المكنة اليادوي دي ألما تبوض بني عصى الله لو حصل مشكلة عرف حلها إنما أنت مديني بتاعها دي لو عطلت إحنا ضعنا اقفوا إنت بقى أجازة ولا مش موجود ولا ملكش مزاج هنعمل إحنا بقى فالموضوع بقى ده شغال والقديم هم شغالين بيه وعايز أقول لكم التيم ده كان معايا أنا يعني أنا المسؤول عنه يعني ممكن أقولهم لا أعملوا كده بالعافية بس أنا معملتش كده لإنه في الآخر مسؤوليتهم وشغلهم مقدرش أضغط على حد يعني فالله حصل إن بقى ده شغال وده شغال وقعدنا على كده حبة مش بطلين يعني ده موجود وده موجود والناس بتشتغل من اللي هي عرفاء والتاني ده يعني إكراما بس الخطري خلاص إحنا إيه حن منتينه ونتأكد إنه بيترن وإنه أرقام اللي فيه يعني مضبوطة زي الأولين وخلاص وأنا اكتفيت بهذا وكنت عارف إنهم ما بيلجأوش إلى هذا الموضوع يعني إلى أن جاء كورونا موضوع الكورونا في أواخر 2019 مارس أعتقد في مارس أو حاجة زي كده كانت تاريخ مارس والناس كل هذه تقعد في البيت بالعافية طيب إحنا نشتغل على في جوة المكتب وما نشتغلش من البيت بالزيت في الكلوزنج ومنشتغلش على المكان بتاعنا أو اللابتوب ستاعتنا نشتغل على السيرفرز أو يعني كونيكتد بالسيرفرز والفائلات دي كلها متشالة على سيرفرز وحاجات زي كده بنرمناها من جوة المكتب بتشتغل بتغيب شوية لو مشتغل طيب من البيت مفيش صفر فيش حاجة بتحسن، فيش حاجة بتحسن خالص الريبورت ما بتلعش مش بتأخر مقابل بقى إيه طب نجرب بقى الاختراع اللي نتعمل اشتغل اشتغل واشتغل كويس وما غابش في الراوننج تايم بتاعه والنتاج طلع أهيلة رجعوه تمام الدنيا تمام زي الفل ومن ساعتها من بقى لنا ثلاث سنين الجزء الأول من المشروع اللي كان في دماغي بقى كور يعني وظيفة وتطوروا وتبنى عليه والناس ومع الوقت بقى مضطرين ان هما يفهموا مضطرين ان هما يعملوا مينتنس مضطرين ان هما يفهموا إيه اللي بيحصل جواه الأجيال بقى اللي جات يعني الكلام ده فيه ناس مشيت وناس جات مكانها الجوداد بقى ما يعرفوش غيره يعني ما يعرفوش غير الجديد هذه حكاية يعني مش عايز طول عليكو في تفاصيل لكن هي حكاية انا بحب أقولها لان انا اعتقد فيها درسين مهمين جدا انا تعلمتهم وياريتني كان حد قلهم لي الدرسين دول الدرس الاول ان انا بدأت بحاجة كبيرة قوي وده انا اعتقد ما كانش احسن حاجة كان لازل ابدأ بحاجات اصغر والحاجات الصغيرة ليها مزايا اولا انك تحقق انجاز ملموس وسريع تقدر تشوفه بسرعة ما تستناش سنة وسنتين على ما تطلع حاجة لانه مش كل الناس نفسها طويل ومش كل الناس عندها يعني ايه حظاه حلو انه يفضل نفسه طويل وفي الاخر يوصل للنتيجة اللي هو عايزه الحاجة التانية المشروعات الصغيرة او التسكات الصغيرة بتخليك تتعلم انك ما تتصدمش لما تعمل موضوعك حاجة اكبر لانك بتواجه المشاكل وبتواجه التحديات اولا والبول بتتعلمها وتحاول تطور عليها وبالتالي لما تعمل حاجة كبيرة هيبقى المخزون مش بس النولدج وانا عارف كام فانكشن لا كمان ازاي حل المشاكل واللف حواليها والكلام ده بيتبني مع الاحتكاك بالمشاكل او الموضوعات المختلفة الحاجة التانية لما تعمل حاجة علمها للجنبك وصدقني انت المستفيد الاساسي من ان انت تعلم اللي حواليك لان الناس يعني لما تروح مكان مثلا وتلاقي الناس اللي فيه شاطرين في الاكسل انت بتستفيد وكل واحدة عارف حاجة بيقولها للتانية لان الموضوع كبير ومش كنا عارفين كل حاجة لما تريد بقى في مجال الباور كبير والناس مش كتيرة اللي عارفة الحاجات دي فاعلم اللي جنبك لانه غالبا بعد كده هيعرف حاجات انت مش عارفها وهتستفيد منه ولما تحب بتعمل مشروع كبير هتبقى عايز حد يساعدك والشخص ده هيساعدك فده 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 دي حاجة التالي كمان ان انت محتاج يعني ساميني خليها اقول لك ايه بلغة المتصوفين يعني محتاج موريدين محتاج اتباع لان انت هتمشي في سكة لوحدك طويلة ومحدش حارف تبتعمل ايه غالبا الناس مش هت يعني هتبقى ضدك مش معك او اتليست هتنشوك يعني لانه انت قاعد يا عم سايبنا مزنوين وبنشتغل وقاعد بتعمل حاجة احنا مش فهمينها ليه ما تقول لنا انت انت بتعمل ايه فبالتالي انت محتاج ناس مؤمنة باللي انت بتعمله فهتسعلك وبالتالي الموضوع ايه يتطور ويجبر وهم في الاخر المجموعة ككل هي المستفيدة مش هيبقى حد لوحده يعني فدي نقطة النقطة التانية ودي المهمة قوي ان ان التقدم هيحصل هيحصل يعني وانا شفتها في شغلي كتير جدا جدا يعني يعني حنتطور حنتطور يعني لو ما اتطورناش دلوقتي حنتطور بعدين زي قصة الكورونا الاول كنا ايه انا عشتغل ساعتين زيادة بس حاجة انا فهمها احسن مشتغل خمس دقيقة حاجة انا مش فهمها ماشي جاي لك موقف خلاص انت مضطر ان انت لازم تكون لو انت مش مش سابق بخطوة كان زمانك في مشكلة كبيرة جدا عاملة بالزبط زي لو انت معاك مثلا لتس ايه مثلا شريت فيديو وعايز وعايز تتفرج عليه دلوقتي بعد احنا في سنة 23 اتفرج عليه فين مفيش اصلا حاجة يعني لو انت مش سابق بشوية وشريت الفيديو ده انا ازلته على حاجة ديجيتل فما لوش معنى عندك خلاص انتهى انتفى الغرض مني فنفس الكلام احنا بنحاول يعني على مجال تاريخي كله اي حاجة اكتهتف ان انا اخد خطوة لقدام اسبق او ان انا الاقي ان في حاجات متقدمة ان انا بعمله وحاول اخد الخطوة دي بدري شوية بتنفع بشكل لا تتخيله لانه يعني مع الاسف انه يعني الدنيا لو جيت اسرع مننا مش هنقدر نواكب يعني التطور وده اللي انا بحاول اعمله احاول اسد الفجوات اللي انا شايفها من وجهة نظري طبعا في حاجات تانية كتيرة لكن انا يعني ماسك نقطة وبحاول فيها ومن وجهة نظري اللي قد تكون صح او قد تكون غلط او تكون نص صح او نص غلط حسب الظروف يعني